بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات حياكم الله تعالى وبياكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم معنا في درس من دروس التجويد معنا بإذن الله تعالى في هذا الدرس مسائل متعلقة بالسكت درستم فيما سبق ما يتعلق بالواقف والقطع والسكت وعرفتم هذه المصطلحات بإذن الله تعالى سأقف وإياكم في درسنا هذا في بيان المواضع التي يسكت فيها إذن هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم استعرض وإياكم قبل الدخول في صلب الدرس أبرز الأهداف التي نسمو بإذن الله تعالى إلى تحقيقها ومن ثم بإذن الله تعالى آتي وإياكم على هذا الدرس إذن على بركة الله جل وعلا آتي وإياكم لاستعراض الأهداف المرسومة لهذا الدرس أول هدف نسمو إلى تحقيقه هو أن الطالب والطالبة يتعرف كل منهما على السكت الجائز والواجب إذن هناك سكت جائز وهناك سكت واجب فمن خلال هذا الدرس يطلع الطلاب والطالبات على هذا وهذا أيضا من الأهداف أن يحدد الطالب والطالبة مواضع السكت في المصحف الشريف فيعرف أين مواضع السكت في أي سورة وفي أي آية وهذا بإذن الله تعالى ما سيكون حاضرا أثناء هذا الدرس أيضا من الأهداف أن يطبق الطالب والطالبة السكت بصفة صحيحة عند التلاوة وهذا هو المقصود يعني يأتي بالسكت على وجه الصحيح وسيأتي بإذن الله تعالى بيان أن السكت يأخذ بالمشافهة والتنقي هذه أبرز الأهداف المرسومة لهذا الدرس بعد هذا آتي وإياكم إلى تمهيد للدخول في هذا الدرس وهو عبارة عن مقدمة توطئة للدخول في بيان مواضع السكت طبعا تعرفتم أيها الطلاب والطالبات في الدرس السابق على معنى السكت المراد بالسكت مرة معكم وأنه ماذا؟ أنه قطع الصوت عند الكلمة القرآنية بلا تنفس معنية استناف ماذا؟ التلاوة هذا هو التعريف نعيد حتى نربط بين الدرس السابق والدرس الحاضر إذن السكت ما هو؟ هو قطع الصوت عند الكلمة القرآنية بدون تنفس معنية استناف التلاوة إذن هذا ما يتعلق بتعريف السكت هذا هو السكت عرفنا السكت لكن تعلمون أن تطبيق السكت لا يمكن أن يكون إلا بالمشافهة يعني أن يشافه الطالب الشيخ ويكون بالتلقي لذلك السماع لشيخ متقن هذا من أهم الأمور لذلك بإذن الله تعالى سيكون في هذا الدرس بيان طريقة وكيفية نطق السكت في المواضع التي معنا بإذن الله جل وعلا إذن كنوا معي أيها الطلاب والطالبات في الوقوف على مواضع السكت السكت في القرآن أيها الطلاب والطالبات على نوعين على نوعين نأتي إلى النوع الأول النوع له ما هو السكت الواجب هنا سكت الواجب يعني أن القارئ إذا أتى على هذا الموضع الذي فيه سكت واجب عليه أن يسكت ولا يحله أن يستمر في التلاوة هذا معنى قولنا واجب وهو يقابل ماذا يقابل الجائز إذن هذا النوع الأول السكت الواجب هذا السكت الواجب اختص به من القرآن الراوي عن عاصم وهو حفص حفص روى عن عاصم رحمه الله تعالى روايته عن طريق الشاطبية وهناك مواضع أربعة يسكت فيها حفص وقراءتنا وغالب العالم الإسلامي يقرؤون بماذا؟ برواية حفص عن عاصم إذن نبين المواضع التي يسكت فيها حفص رحمه الله تعالى نأتي إلى بيان هذه المواضع وكونوا معي في كل موضع على حدة أول موضع على الألف المبدلة من التنوين في لفظ عواجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا طبعا إذا كنا نقف عند الآية فهنا ليس هناك سكت السكت متى يكون؟ في حال الوصل لذلك في حال الوصل عواجا قيما لاحظ معي فتسكت عند كلمة عواجا ولاحظ تجد ماذا؟ علامة السين لاحظ معي في المصحف الشريف فوق الألف عواجا سين إشارة أو علامة إلى أن هذا موضع يسكت فيه حفص نطبق الآن السكت في حال الوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا لاحظتم ماذا؟ أنني قطعت التلاوة قطعت الصوت عند قوله عواجا لكنني لم أتنفس وهذا لا يمكن إدراكه إلا بالمشافة بأن يشافه الطالب الشيخ وينظر إلى كيفية وقوفه أو قطعه للصوت إذن نعيد القراءة مرة أخرى وانتبهوا للسكت عند هذه الكلمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا لاحظتم؟ هناك قطع الصوت لكن ليس هناك تنفس وأيضا بنية ماذا؟ بنية إكمال التلاوة بدليل أنني قلت قيما لينذر بأسا لكن لو أن قارئا أراد أن يقف على رأس الآية وعملا بالسنة فهنا لا سكت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن إذن لاحظتم الفرق هنا وقفت على قوله عواجا وتنفست هنا وقف بخلاف السكت فهو قطع للصوت بلا تنفس هذا ما يتعلق بالموضع الأول الذي يسكت عنده حفص عن عاصم رحمه الله الجميع نأتي إلى الموضع الثاني السكت على الألف من قوله تعالى مر قدنا حال وصلها بقوله تعالى هذا ما وعد الرحمن في قول الله تعالى في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نلاحظ ماذا؟ رمز السين الذي يرمز إلى السكت فلاحظ أننا سكتنا قطعنا الصوت عند قوله مرقدنا مع عدم التنفس ثم استأنفنا التلاوة أعيد حتى ننتبه بإذن الله تعالى ولا مانع أيها الطالب والطالبة كل منكم يحاول أن يأتي بالسكت على هذه الآية لأن التمهر في هذا والمحاولة هي التي بإذن الله تعالى توصل الطالب إلى الطريقة الصحيحة إذن نقرأ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لاحظتم ماذا؟ لاحظتم أنني قطعت الصوت عند قوله جل وعلا مرقدنا وما تنفس البتة ثم استكملت التلاوة في قوله تعالى هذا إلى آخر الآية نأتي أيها الطلاب والطالبات إلى الموضع الثالث وكنوا معي كنوا في غاية التركيز لبيان الموضع الثالث من المواضع التي ماذا؟ يسكت عندها حفص عن عاصم يسكت على النون من لفظ من من قوله تعالى وقيل من راق في سورة القيامة في سورة القيامة إذن ننتبه إلى السكت عند قوله من ولاحظ أيضا رمز السين الذي يرمز إلى السكت فإذا رأيت السين علمت أنها تشير إلى السكت وقيل من راق لاحظ وقيل من راق لما تنفس لكن لو أن شخصا قرأ وقيل من راق هذا سكت هذا وقف لماذا؟ لأنه تنفس الفرق بين الوقف والسكت عدم التنفس فإذا تنفس أصبح لا يسمى سكتا وإنما يسمى وقفا وقيل من راق إذن هذا الموضع الثالث الذي يسكت عنده حفص عن عاصم نأتي وإياكم يا الطلاب والطالبات إلى الموضع الرابع الذي يسكت عنده حفص عن عاصم وهو على اللام من لفظ بل كلا بل رانا من قوله تعالى كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون لاحظ معي نوعيد نركز معي السكت هنا كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون لاحظتم أنني قطعت الصوت عند قوله بل ولكن لم أتنفس طبق أيها الطالب حاول حاول في كل موضع من هذه المواضع الأربعة أن تطبق أن تطبق ماذا السكت وتقارن بين تطبيقك أنت و بين قراءة الشيخ المتقن بهذا الطريق بإذن الله تعالى تصل إلى التطبيق الصحيح للسكت في هذه المواضع الأربعة إذن هذه مواضع الأربعة التي فيها السكت ماذا واجب نعم هذا النوع الأول إذن السكت الواجب الذي يجب أن يسكت فيه من يقرأ لحفص هي أربعة مواضع على الألف المبدلة من التنوين في لفظ عوجا في سورة الكهف وكذلك الثاني السكت على الألف من قوله مرقدنا في حال ماذا في حال وصلها بقوله هذا ما وعد الرحمن في سورة ياسين الموضع الثالث كنوا معي على النون من لفظ من من قوله تعالى وقيل من راق في سورة القيامة وأخيرا الموضع الرابع السكت على اللام من لفظ بل من قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون إذن هذه المواضع الأربعة التي يسكت عندها حفص عن عاصم بعد هذا أنتقلوا أيهاكم أيها الطلاب والطالبات إلى هذين البيتين من المنظومة التي نظمها الشاطبي وهي ما تسمى بحلز الأمان ووجه التهاني أو الشاطبية قال الإمام القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى وسكت حفص دون قطع لطيفة يعني أنها سكتة لطيفة سهلة ومدتها قصيرة لا يطيل لأنه إذا أطال فتجاوز أن تكون سكتة السكت عبارة عن قطع الصوت بالكلمة بلا تنفس فهنا عبر عنها الشاطبي بأنها سكتة لطيفة قال وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوجا بلا لاحظ معي يعني عند قوله تعالى عوجا قيما مضع الأول وفي نون من راق هذا الثاني وقيل من راق وفي نون من راق ومرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا هذا الثاني وفي نون من راق ومرقدنا ولا مبل كلا بل رانا ولا مبل رانا والباقون لا سكت موصلة الباقون يعني باقي قراء إذن هذا السكت أو السكت في هذه المواضع الأربعة هي خاصة بمن نقرأ له وهو حفص عن عاصم رحم الله الجميع إذن هذا ما يتعلق بالبيتين وبيان المواضع التي أو المواضع التي يجب السكت عندها لمن قرأ برواية حفص عن عاصم رحم الله الجميع انتقل معي أيها الطالب والطالبة إلى النوع الثاني انتهينا من بيان النوع الأول من أنواع السكت نأتي الآن إلى بيان النوع الثاني وهو السكت الجائز السكت ماذا؟ الجائز يعني أنه يجوز أن تسكت ويجوز أن لا تسكت هذا السكت الجائز في موضعين في موضعين الأول بين آخر سورة الأنفال وأول سورة التوبة يعني إذا ختمت سورة الأنفال وردت أن تستمر في التلاوة في قراءة سورة التوبة تعلمون أنه ليس هناك بسملة بين السورتين كل السور يبسمل عندها سوى سورة ماذا؟ التوبة فإذا ختمت الأنفال وردت أن تستمر في التلاوة فإنه يجوز لك أن تسكت أو تقف يعني الأمر جائز ليس واجباً كما مر معنا في الموضع السابقة نأتي الآن إلى تطبيق السكت لمن ختم الأنفال وأراد أن يسرع في التوبة إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله لاحظ معي عليم وتسكت أو تقطع الصوت بلا تنفس ثم تنتقل إلى نطقي الآية التي بعدها إذا نعيد مرة أخرى إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله أو تقف بلا سكت إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إذن هذا الموضع الأول الذي يجوز فيه السكت وعدمه لمن لحفص عن عاصم نأتي إلى الموضع الثاني على الهاء من لفظ مالية ما أغنى عني مالية حال الوصل لأنه إذا وقف لا سكت وإنما السكت في حالي نية استمرار التلاوة حال الوصل بما بعدها في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية نطبق ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية لحظت قطع الصوت عند الهاء في مالية سكتة لطيفة جداً بلا تنفس ثم نقرأ هلك ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ولك أن تقف ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إذن عرفنا أيها الطلاب والطالبات مواضع السكت الجائزة مواضع السكت الجائز وهم موضعان فقط لمن لحفظ عن عاصم الموضع الأول بين آخر الأنفال وأول التوبة والموضع الثاني في سورة الحاقة عند قوله جل وعلا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية هذا ما يتعلق بماذا بهذا الدرس إذن نلقص أيها الطلاب والطالبات هذا الدرس ونأتي إلى بعد ذلك إلى هذا النشاط التلخيص حتى نستوعب أكثر عرفنا أن السكت عند حفظ نوعان سكت واجب وهو في أربعة مواضع وسكت جائز في موضعين نأتي وإياكم إلى الآن في هذا النشاط حتى تختبر كل واحد منكم قدرته على استيعاب الدرس ما الفرق بين السكت الواجب والسكت الجائز تأمل أيها الطالب والطالبة ما هو الفرق بين السكت الواجب والسكت الجائز عرفتم أن حفظاً يقف أو يسكت وجوباً عند أربعة مواضع ويسكت جوازاً عند موضعين ما الفرق بين هذا النوع وهذا النوع تأمل تظهر لك ماذا؟ أن السكت الواجب إذا قرأ القارئ و أراد أن يصل هذا الموضع بما بعده فإنه يجب عليه يلزمه لزوماً أن يسكت لكن السكت الجائز هو مخير هو مخير بين أن يسكت و بين أن لا يسكت إذن هنا الفرق واضح جداً للطلاب والطالبات أن السكت الواجب يجب على من أتى إلى هذا الموضع الذي يسكت عنده حفظ أن يسكت وجوباً و ليس مخيراً في السكت و عدمه أما في المواضع الجائزة فإنه إن سكت فحسن و إن لم يسكت فالأمر في هذا واسع إذن هذا هو الفرق بين النوعين دون هذا الجواب أيها الطالب و الطالبة في دفترك و بهذا بحمد الله تعالى أتينا و إياكم على نهاية درسنا ما يتعلق بالسكت عند حفظ إذن ألخص و أجمل لكم ما سبق بيانه في هذا الدرس أننا بحمد الله تعالى عرفنا أن السكت هو قطع الصوت عند كلمة قرآنية بلا تنفس و بنية استناف التلاوة و أن حفظاً اختصة بمواضع أربعة يسكت عندها وجوباً موضع سورة الكاف موضع كذلك سورة ياسين موضع سورة القيامة و أخيراً موضع سورة المطففين فهذه أربعة مواضع يسكت عندها حفظاً وجوباً و أما الموضع النوع الثاني و هو السكت الجائز بمعنى أن القارئ يخير بين السكت و عدمه في موضعين إذا ختم الأنفال و أراد أن يشرع في التوبة فإنه له أن يسكت عند ختم الأنفال و الموضع الثاني كما شاهدتم في قوله جل وعلا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية إذن على كل طالب و طالبة و كل قارئ أن يعرف هذه المواضع حتى يأتي بالرواية على وجهها أشكر لكم أيها الطلاب و الطالبات حسن المتابعة و طيب المشاهدة و إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى و الله تعالى أعلم و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته